بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نلتقي مجددا لاستعراض ظلال سورة البقرة وهذا اللقاء حول الآيات الآية مئتان وخمسة عشر والتي تبدأ بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل إلى قوله تعالى في الآية مئتان وعشرين والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الظاهرة البارزة في هذا القطاع من الصورة هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام وهي كما قلنا عند الكلام عن قوله تعالى يسألونك عن الأهلة في هذا الجزء ظاهرة توحي بيقظة العقيدة واستيلائها على النفوس في الجماعة المسلمة في ذلك الوقت ورغبة المؤمنين في معرفة حكم العقيدة في كل شأن من شؤون حياتهم اليومية كي يطابق بين تصرفهم وحكم العقيدة وهذه آية المسلم أن يتحرى حكم الإسلام في الصغيرة والكبيرة من شؤون حياته فلا يقدم على عمل حتى يستيقن من حكم الإسلام فيه فما أقره الإسلام كان هو دستوره وقانونه وما لم يقره كان ممنوعا عليه حراما وهذه الحساسية هي آية الإيمان بهذه العقيدة كذلك كانت تثار بعض الأسئلة بسبب الحملات الكيدية التي يشنها اليهود والمنافقون والمشركون كذلك حول بعض التصرفات مما يدفع بعض المسلمين ليسأل عنها إما ليستيقن من حقيقتها وحكمتها وإما تأثرا بتلك الحملات والدعايات المسمومة فكان القرآن يتنزل فيها بالقول الفصل فيثوب المسلمون فيها إلى اليقين وتبطل الدسائس وتموت الفتن ويرتد كيد الكائدين إلى نحورهم وهذا يصور جانبا من المعركة التي كان القرآن يخوضها تارة في نفوس المسلمين وتارة في صف المسلمين ضد الكائدين والمحاربين وفي هذا الدرس جملة من الأسئلة سؤال عن الإنفاق مواضعه ومقاديره ونوع المال الذي تكون فيه النفقة وسؤال عن القتال في الشهر الحرام وسؤال عن الخمر والميسر وسؤال عن اليتامة وبواعث هذه الأسئلة تمثل الأسباب التي ذكرناها من قبل وسنعرضها بالتفصيل عند استعراض النصوص يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامة والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم لقد وردت آيات كثيرة في الإنفاق سابقة على هذا السؤال فالإنفاق في مثل هذه الظروف التي نشأ فيها الإسلام ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب التي كانت تواجهها وتكتنفها ثم هو ضرورة من ناحية أخرى من ناحية التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة وإزالة الفوارق الشعورية بحيث لا يحس أحد إلا أنه عضو في ذلك الجسد فلا يحتجن دونه شيئا ولا يحتجز عنه شيئا وهو أمر له قيمته الكبرى في قيام الجماعة شعوريا إذ كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عمليا وهنا يسأل بعض المسلمين ماذا ينفقون وهو سؤال عن نوع ما ينفقون فجاءهم الجواب يبين صفة الإنفاق ويحدد كذلك أولى مصارفه وأقربها قل ما أنفقتم من خير ولهذا التعبير إيحاءان الأول أن الذي ينفق خير خير للمعطي وخير للآخذ وخير للجماعة وخير في ذاته فهو عمل طيب وتقدمه طيبة وشيء طيب والإيحاء الثاني أن يتحرى المنفق أفضل ما عنده فينفق منه وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيه فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس ثم منفعة للآخرين وعون وتحرّي الطيب والنزول عنه للآخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة وللنفس التزكية وللإيثار معناه الكريم على أن هذا الإيحاء ليس إلزاما فالإلزام كما ورد في آية أخرى أن ينفق المنفق من الوسط لا أردأ ما عنده ولا أغلى ما عنده ولكن الإيحاء هنا يعالج تطويع النفس لبذل ما هو خير والتحبيب فيه على طريقة القرآن الكريم في تربية النفوس وإعداد القلوب أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقدير نوعه فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وهو يربط بين طوائف من الناس بعضهم تربطه بالمنفق رابطة العصب وبعضهم رابطة الرحم وبعضهم رابطة الرحمة وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة وكلهم يتجاوزون في الآية الواحدة الوالدون والأقربون واليتام والمساكين وابن السبيل وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجتماعي الوثيق بين بني الإنسان في إطار العقيدة المتين ولكن هذا الترتيب في الآية وفي الآيات الأخرى والذي تزيده بعض الأحاديث النبوية تحديداً ووضوحاً كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها هذا الترتيب يشي بمنهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية وقيادتها إنه يأخذ الإنسان كما هو بفترته وميوله الطبيعية واستعداداته ثم يسير به من حيث هو كائن ومن حيث هو واقف يسير به خطوة خطوة صعداً في المرتقى العالي على هينة وفي يسر فيصعد وهو مستريح وهو يلبي فترته وميوله واستعداداته وهو ينمي الحياة معه ويرقيها لا يحس بالجهد والرهق ولا يكبل بالسلاسل والأغلال ليجر في المرتقى ولا تكبة طاقاته وميوله الفطرية ليحلق ويرف ولا يعسف في الطريق اعتسافاً ولا يطير به طيراناً من فوق الآكام إنما يصعدها به صعوداً هيناً ليناً وقدماه على الأرض وبصره معلق بالسماء وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى وروحه موصولة بالله في علاه ولقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق على من سواها وأباح له الطيبات من الرزق وحثه على تمتيع ذاته بها في غير طرف ولا مخيلة فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وعن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه فأتاه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك فأخذها صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعت وقال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ولقد علم الله أن الإنسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين عياله ووالديه فسار به خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم ليعطيهم من ماله وهو راضي فيرضي ميوله الفطري الذي لا ضير منه بل فيه حكمة وخير وفي الوقت ذاته يعول ويكفل ناسا هم أقرباءه الأدنون نعم ولكنهم فريق من الأمة إن لم يعطوا احتاجوا وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم من البعيد وفيه في الوقت ذاته إشاعة للحب والسلام في المحضن الأول وتوثيق لروابط الأسرة التي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في بناء الإنسانية الكبير ولقد علم الله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة بدرجاتهم منه وصلتهم به ولا ضير في هذا فهم أفراد في جسم الأمة وأعضاء في المجتمع فسار به خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين تساير عواطفه وميوله الفطرية وتقضي حاجة هؤلاء وتقوي أواصر الأسرة البعيدة وتضمن وحدة قوية من وحدات الجماعة المسلمة مترابطة العراء وثيقة الصلاة وعندما يفيض ما في يده عن هؤلاء وهؤلاء بعد ذاته فإن الإسلام يأخذ بيده لينفق على طوائف من المجموع البشري يثيرون بضعفهم أو حرج مواقفهم عاطفة النخوة وعاطفة الرحمة وعاطفة المشاركة وفي أولهم اليتام الصغار الضعاف ثم المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون ولكنهم يسكتون فلا يسألون الناس كرامة وتجملة ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لهم مال ولكنهم انقطعوا عنه وحالت بينهم وبينه الحوائل وقد كانوا كثيرين في الجماعة المسلمة هاجروا من مكة تاركين وراءهم كل شيء وهؤلاء جميعا أعضاء في المجتمع والإسلام يقود الواجدين إلى الإنفاق عليهم ويقودهم بمشاعرهم الطيبة الطبيعية التي يستجيشها ويزكيها فيبلغ إلى أهدافه كلها في هوادة ولين يبلغ أولا إلى تزكية نفوس المنفقين فقد أنفقت طيبة بما أعطت راضية بما بذلت متجهة إلى الله في غير ضيق ولا تبرم ويبلغ ثانيا إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين وكفالتهم ويبلغ ثالثا إلى حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة في غير ما تضرر ولا تبرم قيادة لطيفة مريحة بالغة ما تريد محققة كل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد ثم يربط هذا كله بالأفق الأعلى فيستجيش في القلب صلته بالله فيما يعطي وفيما يفعل وفيما يضمر نية أو شعور وما تفعل من خير فإن الله به عليم عليم به عليم بباعثه عليم بالنية المصاحبة له وهو إذن لا يضيع فهو في حساب الله الذي لا يضيع عنده شيء والذي لا يبخس الناس شيئا ولا يظلمهم والذي لا يجوز عليه كذلك الرياء والتمويه بهذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى وإلى درجة الصفاء والتجرد والخلوص لله في رفق وفي هوادة وفي غير معسفة ولا اصطناع وهذا هو المنهج التربوي الذي يضعه العليم الخبير ويقيم عليه النظام الذي يأخذ بيد الإنسان كما هو ويبدأ به من حيثه ثم ينتهي به إلى آماد وآفاق لا تصل إليها البشرية قط بغير هذه الوسيلة ولم تبلغ إليها قط إلا حين صارت على هذا المنهج في هذا الطريق وعلى هذا المنهج ذاته يجري الأمر في فريضة الجهاد التي تأتي تالية في السياق للحديث عن الإنفاق كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْءًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة ولكنها فريضة واجبة الأداء واجبة الأداء لأن فيها خيرا كثيرا للفرد المسلم وللجماعة المسلمة وللبشرية كلها وللحق والخير والصلاح والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة ولا يهون من أمرها ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها فالإسلام لا يماري في الفطرة ولا يصادمها ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أنه من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق ولكن وراءه حكمة تهون مشقته وتسيغ مرارته وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر ويكشف لها عن زاوية أخرى غير الذي تراه منها نافذة تهب منها ريح رخية عندما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرا ووراء المحبوب شر إن العليم بالغايات البعيدة المطلعة على العواقب المستورة هو الذي يعلم وحده حيث لا يعلم الناس شيئا من الحقيقة وعندما تتسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تهون المشقة وتتفتح منافذ الرجاء ويستروح القلب في الهاجرة ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء هكذا يوجه الإسلام الفطرة لا موكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية ولا مريدا لها على الأمر الصعب بمجرد التكليف ولكن مربيا لها على الطاعة ومفسحا لها في الرجاء لتبذل الذي هو أدنى في سبيل الذي هو خير ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة ولتحس بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع ضعفها ويعترف بمشقة ما كتب عليها ويعذرها ويقدرها ويحدو لها بالتسامي والتطلع والرجاء وهكذا يرب الإسلام الفطرة فلا تملو التكليف ولا تجزع عند الصدمة الأولى ولا تخور عند المشقة البادية ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة ولكن تثبت وهي تعلم أن الله يعذرها ويمدها بعونه ويقويها وتصمم على المضي في وجه المحنة فقد يكمن فيها الخير بعد الضر واليسر بعد العصر والراحة الكبرى بعد الضنى والعناء ولا تتهالك على ما تحب وتلتذ فقد تكون الحصرة كامنة وراء المتعة وقد يكون المكروه مختبئا خلف المحبوب وقد يكون الهلاك متربصا وراء المطمع البراق إنه منهج في التربية عجيب منهج عميق بسيط منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها ودروبها الكثيرة بالحق وبالصدق لا بالإيحاء الكاذب والتمويه الخادع فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير وهو حق كذلك أن تحب النفس أمرا وتتهالك عليه وفيه الشر كل الشر وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والناس لا يعلمون وماذا يعلم الناس من أمر العواقب وماذا يعلم الناس من مما وراء السطر المسدل وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون وتقلب الأمور وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه وإنها لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر يعمل ويرجو ويطمع ويخاف ولكن يرد الأمر كله لليد الحكيمة والعلم الشامل وهو راد قرير إنه الدخول في السلم من بابه الواسع فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره الله وأن الخير في طاعة الله دون محاولة منها أن تجرب ربها وأن تطلب منه البرهان إن الإذعان الواثق والرجاء الهادئ والسعي المطمئن هي أبواب السلم الذي يدعو الله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة وهو يقودهم إليه بهذا المنهج العجيب العميق البسيط في يسر وفي هوادة وفي رخاء يقودهم بهذا المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال فالسلم الحقيقي هو سلم الروح والضمير حتى في ساحة القتال وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني لا يقف عند حد القتال فالقتال ليس إلا مثالا لما تكرهه النفس ويكون من ورائه الخير إن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن كلها ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعها إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر لقد كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريس وتجارتها ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجارة لا فئة الحامية المقاتلة من قريس ولكن الله جعل القافلة تفلت ولقاهم المقاتلة من قريس وكان النصر الذي دوى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده الله للمسلمين وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لهم والله يعلم والناس لا يعلمون ولقد نسي فتى موسى ما كان قد أعداه لطعامهما وهو الحوت فتسرب في البحر عند السخرة فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا وكان هذا هو الذي خرج له موسى ولو لم يقع حادث الحوت مرتدى ولفاتهما ما خرج لأجله في الرحلة كلها وكل إنسان في تجاربه الخاصة يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حصرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذا من الله أن فوت عليه هذا المطلوب في حينه وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفضاعتها ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل إن الإنسان لا يعلم والله وحده يعلم فماذا على الإنسان لو يستسلم إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية لتؤمن وتسلم وتستسلم في أمر الغيب المخبوء بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف في هذا الدرس ينتقل السياق من قيادة الجماعة إلى السلم كانت الفتوى التالية في أمر القتال في الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقد جاء في روايات متعددة أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه مع ثمانية من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصار ومعه كتاب مغلق وكلفه ألا يفتحه حتى يمضي ليلتين فلما فتحه وجد به إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل بطن نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم ولا تكرهن أحدا على المسير معك من أصحابك وكان هذا قبل غزوة بدر الكبرى فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاعة ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى بطن نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منها بخبر وقد نهى أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأنا ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى ومعه أصحابه لم يتخلف أحد منهم فسلك الطريقة على الحجاز حتى إذا كان ببعض الطريق ظل بعير لسعد بن أبي وقاس وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما فتخلف عن رهط عبد الله بن جحش ليبحث عن البعير ومضى الستة الباقون حتى إذا كانت السرية ببطن نخلة مرت عير لقريش تحمل تجارة فيها عمر بن الحضرمي وثلاثة آخرون فقاتلت السرية عمر بن الحضرمي وأسرت اثنين وفر الرابع وغنمت العير وكانت تحسب أنها في اليوم الأخير من جماد الآخرة فإذا هي في اليوم الأول من رجب وقد دخلت الأشهر الحرم التي تعظمها العرب وقد عظمها الإسلام وأقر حرمتها فلما قدمت السرية بالعير والأسيرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال وقالت اليهود تفائلوا بذلك على محمد عمر بن الحضرمي قتله واقد ابن عبد الله عمر عمرة الحرب والحضرمي حضرة الحرب وواقد بن عبد الله وقدت الحرب وانطلقت الدعاية المضللة على هذا النحو بشتى الأساليب الماكرة التي تروج في البيئة العربية وتظهر محمدا وأصحابه بمظهر المعتدي الذي يدوس مقدسات العرب وينكر مقدساته هو كذلك عند بروز المصلحة حتى نزلت هذه النصوص القرآنية فقطعت كل قول وفصلت في الموقف بالحق فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسيرين والغنيمة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام وتقرر أن القتال فيه كبيرة نعم ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إن المسلمين لم يبدأوا القتال ولم يبدأوا العدوان إنما هم المشركون هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله ولقد كفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون ولقد كفروا بالمسجد الحرام انتهكوا حرمته فآذوا المسلمين فيه وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر عاما قبل الهجرة وأخرجوا أهله منه وهو الحرم الذي جعله الله آمنا فلم يأخذوا بحرمته ولم يحترموا قدسيته وإخراجوا أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل ولو ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات الذين يفتخذون منها ستاراً حين يريدون وينتهكون قداستها حين يريدون وكان على المسلمين أن يقاتلوهم أنا وجدوهم لأنهم عادون باغون أشرار لا يرقبون حرمة ولا يتحرجون أمام قداسة وكان على المسلمين أن لا يدعوهم يحتمون بستار زائف من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة لقد كانت كلمة الحق يراد بها باطل وكانت تلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه لتشويه موقف الجماعة المسلمة وإظهارها بمظهر المعتدي وهم المعتدون ابتداءاً وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداءاً إن الإسلام منهج واقعي للحياة لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية إنما يواجه الحياة البشرية كما هي بعوائقها وجواذبها وملابساتها الواقعية يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء في آن واحد يواجهها بحلول عملية تكافئ واقعياتها ولا ترفرف في خيال حالم ورؤى مجنحة لا تجدي على واقع الحياة شيئاً هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون لا يقيمون للمقدسات وزنا ولا يتحرجون أمام الحرمات ويدوسون كل ما تواضع المجتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه ويفتنون المؤمنين ويؤذونهم أشد الإذاء ويخرجونهم من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام ثم بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام ويقيمون الدنيا ويقعدونها بإسم الحرمات والمقدسات ويرفعون أصواتهم انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام فكيف يواجههم الإسلام يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة إنه إن يفعل يجرد المسلمين الأخيار من السلاح بينما خصوبهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح ولا يتورعون عن سلاح كلا إن الإسلام لا يصنع هذا لأنه يريد مواجهة الواقع لدفعه ورفعه يريد أن يزيل البغي والشر وأن يقلم أظافر الباطل والضلاد يريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة ويسلم القيادة للجماعة الطيبة ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة ليرمو الطيبين الصالحين البناة وهم في مأمن من رد الهجمات ومن نبل الرمات إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات ويشدد في هذا المبدأ ويصونه ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات ويؤذون الطيبين ويقتلون الصالحين ويفتنون المؤمنين ويرتكبون كل منكر وهم في منجات من القصاص تحت ستار الحرمات التي يجب أن تصان وهو يمضي في هذا المبدأ على الطراد إنه يحرم الغيبة ولكن لا غيبة لفاسق فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه وهو يحرم الجهر بالسوء من القول ولكنه يستثني إلا من ظلم فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء من القول لأنه حق ولأن السكوت على الجهر به يطمع الظالم في الاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاه ولا إلى أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم الخسيسة إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم وإلى قتالهم وقتلهم وإلى تطهير جو الحياة منهم هكذا جهرة في وضح النهار وحين تكون القيادة في الأيد النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة وحين يتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون الحرمات ويدوسون المقدسات حينئذ تصانوا للمقدسات حرمتها كاملة كما أرادها الله هذا هو الإسلام صريحا واضحا قويا دامغا لا يلف ولا يدور ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد أن يلف من حوله وأن يدور وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صلبة لا تتأرجح فيها أقدامهم وهم ينضون في سبيل الله لتطهير الأرض من الشر والفساد ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها الهواجس وتؤذيها الوساوس هذا شر وفساد وبغي وباطل فلا حرمة له إذن ولا يجوز أن يتترس بالحرمات ليضرب من ورائها الحرمات وعلى المسلمين أن يمضوا في طريقهم في يقين وثقة في سلام مع ضمائرهم وفي سلام من الله ويمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة وتمكين هذه القاعدة وإقرار قلوب المسلمين وأقدامهم يمضي فيكشف لهم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم وأصالة العدوان في نيتهم وخطتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة المسلمين عن دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل جيل إن وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل ويرهبه كل باغ ويكرهه كل مفسد إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج ومن منهج قويم ومن نظام سليم إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه ويردوهم كفارا في صورة من صور الكفر الكثيرة ذلك أنهم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين وتتبع هذا المنهج وتعيش بهذا النظام وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته ولكن الهدف يظل ثابتا أن يرد المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا وكل من كسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام وينبهها إلى الخطر ويدعوها إلى الصبر على الكيد والصبر على الحرب وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والحبوط مأخوذ من حبطة الناقة إذا رعت مرعا خبيثا فانتفخت ثم نفقت والقرآن يعبر بهذا عن حبوط العمل فيتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي يتطابق تضخم العمل الباطل وانتفاخ مظهره وهلاكه في النهاية وبواره مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية بهذا الانتفاخ ومن يرتد عن الإسلام وقذاقه وعرفه تحت مطارق الأذى والفتنة مهما بلغت هذا مصيره الذي قرره الله له حبوط العمل في الدنيا والآخرة ثم ملازمة العذاب في النار خلودا إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه لا يمكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبدا إلا إذا فسد فسادا لا صلاح له وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة فالله رحيم رخص للمسلم حين يتجاوز العذاب طاقته أن يقي نفسه بالتظاهر مع بقاء قلبه ثابتا على الإسلام مطمئنا بالإيمان ولكنه لم يرخص له في الكفر الحقيقي وفي الارتداد الحقيقي بحيث يموت وهو كافر والعياذ بالله وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنة فيترك دينه ويقينه ويرتد عن إيمانه وإسلامه ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفه وهناك المجاهدة والمجالدة والصبر والثبات حتى يأذن الله والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به ويصبرون على الأذى في سبيله فهو معوضهم خيرا إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة وهناك رحمته التي يرجوها من يؤذون في سبيله ولا ييأس منها مؤمن عامر قلبه بالإيمان إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يخيبه الله أبدا ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا الوعد الحق فجاهدوا وصبروا حتى حقق الله لهم وعدة بالنصر أو الشهادة وكلاهما خير وكلاهما رحمة وفازوا بمغفرة الله ورحمته والله غفور رحيم وهو هو طريق المؤمنين يمضي السياق يبين للمسلمين حكم الخمر والقمار وكلتاهما لذة من اللذائذ التي كان العرب غارقين فيها يوم أن لم تكن لهم اهتمامات عليا ينفقون فيها نشاطهم وتستغرق مشاعرهم وأوقاتهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإلى ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحريم الخمر والميسر ولكن نصا في القرآن كله لم يرد بحلهما إنما كان الله يأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة في الطريق الذي أراده لها ويصنعها على عينه للدور الذي قدره لها وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المطيعة في الخمر والميسر ولا تناسبه بعثرة العمر وبعثرة الوعي وبعثرة الجهد في عبث الفارغين الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم أو الذين يطاردهم الفراغ والخواء فيغرقونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر أو الذين تطاردهم أنفسهم فيهربون منها في الخمار والقمار كما يفعل كل من يعيش في الجاهلية أمس واليوم وغدا إلا أن الإسلام على منهجه في تربية النفس البشرية كان يسير على هينة وفي يسر وفي تؤدة وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم فالأشياء والأعمال قد لا تكون شرا خالصا فالخير يتلبس بالشر والشر يتلبس بالخير في هذه الأرض ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشر فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع فتلك علة تحريم ومنع وإن لم يصرح هنا بالتحريم والمنع هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم وهو المنهج الذي يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر والميسر عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني أي بمسألة اعتقادية فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسما منذ اللحظة الأولى ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد أو بوضع اجتماعي معقد فإن الإسلام يتريث به ويأخذ المسألة باليسر والرفق والتدرج ويهيئ الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة فعندما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك أمضى أمره منذ اللحظة الأولى في ضربة حازمة جازمة لا تردد فيها ولا تلفت ولا مجاملة فيها ولا مساومة ولا لقاء في منتصف الطريق لأن المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور لا يصلح بدونها إيمان ولا يقام إسلام فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف والعادة تحتاج إلى علاج فبدأ بتحريك الوجدان الديني والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين بأن الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع وفي هذا إحاء بأن تركهما هو الأولى ثم جاءت الخطوة الثانية بآية صورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون والصلاة في خمسة أوقات معظمها متقارب لا يكفي ما بينها للسكر والإفاقة وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب وكسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي إذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي اعتاد تناوله فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة وأمكن التغلب عليها حتى إذا تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وأما في الرقي مثلا فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق الأسرى وفي استخدام الرقيق والأوضاع الاجتماعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها قبل تعديل ظواهرها وآثارها والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقيات دولية ومعاهدات جماعية ولم يأمر الإسلام بالرقي قط ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي ووجد استرقاق الأسرى عرفا دوليا يأخذ به المحاربون جميعا فلم يكن بد أن يتريث في علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام كله مع الزمن إلى الإلغاء دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسعة بدأ بتشفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء ذلك أن المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان وما كان الإسلام يومئذ قادرا على أن يجبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء الأرض ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصور على الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيء في عالم الرق هناك وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام ولو أنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلا قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافلة ولا عائل ولا أواصر قربة تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشئ لهذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى بل قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ولكنه كذلك لم ينص على عدم استرقاقهم وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها فتفادي من تفادي من الأسرى من الجانبين وتتبادل الأسرى من الفريقين وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية في التعامل مع أعدائها المحاربين وبتجفيف موارد الرق الأخرى وكانت كثيرة جدا ومتنوعة يقل العدد وهذا العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيدة ومنذ هذه اللحظة التي يريد فيها الحرية يملك حرية العمل وحرية الكسب والتملك فيصبح أجراء عمله له وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على فديته أي إنه يصبح كيانا مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحياة فعلا ثم يصبح له نصيبه من بيت مال المسلمين في الزكاة والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمال على استرداد حريته وذلك كله غير الكفارات التي تقتضي عطق رقبه كبعض حالات القتل الخطأ وفدية اليمين وكفارة الظهار وبذلك ينتهي وضع الرقي نهاية طبيعية مع مرور الزمن لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها وإلى فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه فأما تكاثر الرقيق في المجتمع الإسلامي بعد ذلك فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامي شيئا فشيئا وهذه حقيقة ولكن مبادئ الإسلام ليست هي المسؤولة عنه ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانحراف الناس عن منهجه قليلا أو كثيرا ووفق النظرية الإسلامية التاريخية التي أسلفنا لا تعد الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية ولا تعد حلقات في تاريخ الإسلام كذلك فالإسلام لم يتغير ولم تضف إلى مبادئه مبادئ جديدة إنما الذي تغيرهم الناس وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة بهم ولم يعودهم حلقة من تاريخه وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجموع المنتسبة إلى الإسلام على مدى التاريخ إنما يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من أصول الإسلام الصحيحة وهذه الحقيقة مهمة جدا سواء من وجهة التحقيق النظري أو النمو الحركي للعقيدة الإسلامية وللمنهج الإسلامي ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجزء بهذه المناسبة لما نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية وفي فهم الواقع التاريخي الإسلامي ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة الإسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة وبخاصة في دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي ومن يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاضئ في فهم هذا التاريخ وفيهم بعض المخلصين المخدوعين ثم نمضي مع السياق في تقرير المبادئ الإسلامية في مواجهة الأسئلة الاستفهامية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة لقد سألوا مرة ماذا ينفقون فكان الجواب عن النوع والجهة فأما هنا فجاء الجواب عن المقدار والدرجة والعفو الفضل والزيادة فكل ما زاد على النفقة الشخصية في غير طرف ولا مخيلة فهو محل للإنفاق الأقرب فالأقرب ثم الآخرون على ما أسلفنا والزكاة وحدها لا تجزئ فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة ولم تخصصه فيما أرى فالزكاة لا تبرئ الذمة إلا بإسقاط الفريضة ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائما إن الزكاة هي حق بيت مال المسلمين تجبيها الحكومة التي تنفذ شريعة الله وتنفقها في مصارفها المعلومة ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم لله ولعباد الله والزكاة قد تستغرق الفضل كله والفضل كله محل للإنفاق بهذا النص الواضح ولقوله عليه الصلاة والسلام في المال حق سوى الزكاة حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء مرضات الله وهذا هو الأكمل والأجمل فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله أخذته فأنفقته فيما يصلح الجماعة المسلمة كي لا يضيع في الطرف المفسد أو يقبض عن التعامل ويخزن ويحطل وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فهذا البيان لإستجاشة التفكر والتدبر في عمر الدنيا والآخرة فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتها ولا ينشئ تصورا صحيحا للأوضاع والقيم والموازين فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر وبناء الشعور والسلوك على حساب الشطر القصير لا ينتهي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح ومسألة الإنفاق بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة فما ينقص من مال المرء بالإنفاق يرد عليه طهارة لقلبه وزكاة لمشاعره كما يرد عليه صلاحا للمجتمع الذي يعيش فيه ووئاما وسلاما ولكن هذا كله قد لا يكون ملفوظا لكل فرد وحينئذ يكون الشعور بالآخرة وما فيها من جزاء وما فيها من قيم وموازين مرجحا لكفة الإنفاق تطمئن إليه النفس وتسكن له وتستريح ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لآلئة وبريق ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم إن التكافل الإجتماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها واليتامة بفقدهم آبائهم وهم صغار ضعاف أولى برعاية الجماعة وحمايتها رعايتها لنفوسهم وحمايتها لأموالهم ولقد كان بعض الأوصياء يخلطون طعام اليتامة بطعامهم وأموالهم بأموالهم للتجارة فيها جميعا وكان الغبن يقع أحيانا على اليتامة فنزلت الآيات في التخويف من أكل أموال الأيتام وعندئذ تحرج الأتقياء حتى عزلوا طعام اليتامة عن طعامهم فكان الرجل يكون في حجره اليتيم يقدم له الطعام من ماله فإذا فضل منه شيء بقي له حتى يعاود أكله أو يفسد فيطرح وهذا تشدد ليس من طبيعة الإسلام فوق ما فيه من الغرم أحيانا على اليتيم فعاد القرآن يرد المسلمين إلى الاعتدال واليسر في تناول الأمور وإلى تحري خير اليتيم والتصرف في حدود مصلحته فالإصلاح لليتامة خير من اعتزالهم والمخالطة لا حرج فيها إذا حققت الخير لليتيم فاليتامة إخوان للأوصياء كلهم إخوة في الإسلام أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة والله يعلم المفسد من المصلح فليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله ولكن نيته وثمرته والله لا يريد إحراج المسلمين وإعناتهم والمشقة عليهم فيما يكلفهم ولو شاء الله لكلفهم هذا العمد ولكنه لا يريد وهو العزيز الحكيم وهو قادر على ما يريد ولكنه حكيم لا يريد إلا الخير واليسر والصلاح وهكذا يربط الأمر كله بالله ويشده إلى المحول الأصيل التي تدور عليه العقيدة وتدور عليه الحياة وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة فضمانة التنفيذ للتشريع لا تجيء أبدا من الخارج إن لم تنبثق وتتعمق في أغوار الضمير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة